السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته بهذا الفيديو سنتكلم عن الموعد والقنوات الناقلة والتوقعات لمباراة سوريا أمام مينمار ذهابا هناك في مينمار إضافة إلى بعض الأخبار عن منتخبنا الوطن السوري أيضا بهذا الفيديو سنتكلم عن موعد قدوم لاعبنا محمود داود ونجمنا ونجم بروسيا دورتموند وبرايتون وشتودكارد إلى المنتخب وكم الرقم الذي سيرتديه محمود داود الذي سيضعه على قميصه وشورته أيضا بهذا الفيديو سنتكلم عن أخبار منتخباتنا الوطنية الثانية بفئاتنا السنية منتخبنا الوطني للناشئين الذي حاليا بقطر في أكاديمية إسباير هناك في قطر إضافة إلى منتخبنا الوطني للشباب اللي غدا عنده مباراة إن شاء الله أمام المنتخب الأردني وما بعد أيام قلال سيلعب أمام المنتخب الياباني سنتكلم عن كل هذه التفاصيل إن شاء الله بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم مش أخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم علاوي من قناة علاوتيوب بقناة هاي نزل محتوى رياضي سوري إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تسرطينا لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو بالبداية نحب نطمنكم ونقولكم إن الحمد لله رب العالمين وكما قلت لكم بفيديو البارحيات إن منتخبنا سيصل مساء البارحة إلى يانغون حيث إقامت مبارتنا أمام المنتخب المينماري وفعلا الحمد لله البارحيات المساء وصلوا كل لعبيننا بخير وسلامة بالبعثة اللي انطلقت من سوريا إلى لبنان بعدين راحوا إلى يانغون هناك في الأراضي المينمارية التحق في بعثة منتخبنا الوطني كما قلنا لكم أيضا إلياس هدايا وداليه إضافة إلى إلمار أبراهام وإن شاء الله اليوم يصل أيهم أسو وبعض المحترفين وإن شاء الله سيصلون المحترفين تدريجيا لكن فيما يخص لعبنا محمود داود إن شاء الله سيصل إلى بعثة منتخبنا الوطني وسيلتحق في الدمام حيث إقامت مباراة الإياب أمام مينمار أيضا في 23 من الشهر الحالي سيلتحق إن شاء الله في الدمام وسيرتدي مع منتخبنا الوطني الرقم على قميصه الرقم 10 إن شاء الله سيرتدي محمود داود قميص رقم 10 الرقم هذا كان لمحمود الموزحة لينصار لمحمود داود بصراحة يستاهل يعني ما اعتقد في حدا بخط الوسط خاصة إنه خط وسط وكذا يعني هو يستاهل هذا الرقم وراكب عليه لاعب عن فريق كامل ما شاء الله أفضل سي في حاليا من بين لعبين منتخبنا متواجد حاليا مع المنتخب ويستطيع تفثيل المنتخب أتكلم عن لاعبنا محمود داود ننتقل الخبرين اللي بعده نتكلم عن منتخبنا الوطني الشاب ونتكلم عن مباراته غدا إن شاء الله اللي رح تجمعه بالمنتخب الأردني إضافة إلى أنه سيجتمع بالمنتخب الياباني وسيلعب معه مباراة ودية ثانية يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى فمنتخبنا حاليا سيلعب مباراتين وديتين غدا إن شاء الله أمام المنتخب الأردني والسبت أمام المنتخب الياباني في معسكر منتخبنا أقامه في الأردن وحاليا منتخبنا للشباب تحت عشرين عام يتمرن في الأراضي الأردنية طبعا بعثت منتخبنا اللي حاليا متواجدة في الأردن ما فيها ولا محترف ما أعرف ليش بصراح كلهم لعبين محليين في من الدوري السوري لكن ليش حاليا منتخبنا الوطني للشباب قام يقيم هذا المعسكر تحضيرا لبطولة غرب آسي اللي إن شاء الله ستقام في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر حزيران القادم لسه وقت على البطولة وأتوقع لأنه يعني المعسكر من أجل مباريات ودية وتحضيرا لبطولة بعيدة فما أعتقد المحترفين اللي لعبيننا السوريين الشباب إنه فضلوا يبعثون المحترفين وملاعبين لهذا المعسكر لكي لا يصابون وممكن أنديتهم تحتاجهم لذلك حاليا أتوقع ما في غير لاعبين محليين واللي عندنا ترى كثير لاعبين في فئة الشباب حاليا ومحترفين يستطيعون تمثيل منتخبنا لكن لهذا السبب اللي قلت لكم هي أتوقع ما تواجدوا وتواجدوا فقط اللاعبين المحليين بالنسبة لمباراتنا أمام الأردن غدا إن شاء الله ستقام عدة ساعة الحادي عشر مساء بتوقيت سوريا هذه المباراة للآن لم تنقل تلفزيوني ولم يكن هناك أي ناقل لها تلفزيوني ولكن إن كان لها ناقل ستكون الأردنية الرياضية وإن لم يكن لها ناقل إن شاء الله ستظهر لها أهداف سيظهر لها ملخص إذا ظهر لها سننشرها إن شاء الله على قناة الثانية اللي اسمها علاوي هذه بالنسبة لمنتخبنا الوطني للشباب ننتقل للمنتخب الثاني اللي هو منتخبنا الوطني لناشئين اللي حاليا في قطر من أجل إقامة معسكر في أكاديمية إسباير هناك في قطر اللي خرجت عدة مواهب ومواهب كثيرة يعني وأكاديمية إسباير هذه متعاونة مع نادي السيميلان ومتعاونة مع نادي برشلونة ومتعاونة مع نادي يوفنتوس ومع عدة أندية قوية ويعني صار في بيناتهم تبادل يجيبون منهم محترفين ويعطونهم لاعبين محترفين ففي هناك يعني ترابط ما بين أندية كبيرة وما بين هاي الأكاديمية اللي خرجت مثلا المعز علي وبسام الراوي وأكرم عفيف وحسن الهيدوس ونجوم المنتخب القطري فبصراحة هاي لفتة جميلة أنه اتحادنا يبعث ناشئيننا مشان يتمرنون في أكاديمية إسباير بصراحة المحترفة جدا هناك في قطر ويكتسبون شوي من خبراتهم كون لسه لعبيننا الناشئين ناشئين ويحتاجون للكثير من الخبرة طبعا حاليا منتخبنا يتمرن في الأكاديمية وفي منشآت الأكاديمية وسيجري إن شاء الله مباراتين وديتين أمام منتخب أكاديمية إسباير الصفوة من لعبي أكاديمية إسباير سيلعبون أمام منتخبنا الناشئ بإذن الله تعالى والودية الأولى أمام أكاديمية إسباير ستكون عدة ساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق في يوم الاثنين بإذن الله تعالى هاي بالنسبة لأخبار منتخبنا الوطني ومنتخباتنا للفئات السنية نجحاليا على الثقيل نجحاليا على الأهم لمنتخبنا الوطني الأول الموعد والقنوات الناقلة والتوقعات لمباراتنا أمام الميانمار ذهبا في يانجون حيث قامت مباراتنا أمام المنتخب الميانماري إن شاء الله ستقام مبارات منتخبنا أمام الميانمار في عدة ساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت دمشق كيف يا علاوي؟ يعني لعبين الناس سيكونون صايمين وما راح يقدرون يلعبون هاي المباراة وسيكون أداءهم ضعيف لا 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 أبدا إن شاء الله ستقام المباراة عدة الساعة الثانية والنصف في توقيت دمشق ولكن في توقيت ميانمار ستكون الساعة السابعة مساء هناك ما بيننا وما بينهم أربع ساعات ونصف والأذان هناك في ميانمار يأذن المغرب عندهم عدة ساعة السادسة والسبعطعش دقة أو السادسة والسطعش دقة حاليا السادسة والسطعش لما يصر معد المباراة صار الساعة السادسة والسبعطعش يأذن عندهم المغرب والمباراة تقام الساعة سبعة ففي عندهم ثتة وربعة الساعة يقدرون يملونوا كروشهم ولكن أتمنى من اللعبين أنه ما يثقلون شوي بالأكل يعني يأكلون على الخفيف يأكلون سبع تمرات على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلون المباراة مشان يكونون خفيفين وبالمقابل أيضا يكون عندهم طاقة ويشربون شوية مي ما يثقلون مشان يدخلون خفيفين على الملعب ويكون عندهم طاقة كونهم شربوا مي وأكلوا شوي التمر ولكن بعد الفوز إن شاء الله على مينمار بنتيجة عريضة حطوا هالمناسف وانزلوا بها هاي بالنسبة لموعد مباراتنا أمام مينمار القنوات الناقلة من سينقل مبارياتنا أمام مينمار طبعا قلنا لكم من لما لعبنا مع كوريا الشمالية واليابان قلت لكم في هنالك قنوات أعلنت أنها ناقلة لتصفيات كأس العالم كلها بما فيها مباراتنا أمام مينمار بما فيها أمام كوريا الشمالية واليابان ذهابا وأيابا ستنقل كل هذه البطولة الكاس قناة الكاس وقناة الكاس الثانية ستكون هي الناقلة لمباراة منتخبنا أمام المنتخب المينماري مباراة أمام كوريا الشمالية واليابان نقلتها أيضا سوريا دراما ففي هناك احتمال أن تنقل مباراة أيضا أمام مينمار قناة سوريا دراما ولكن الشيء جميل أنه قناة الكاس الثانية هي قناة التي تنقل تصفيات كاس العالم هي قناة مفتوحة على النايل سات بتقنية الـ HD ولكن هو خبر جميل حتى لما عنده ريسيفر HD لأنه إذا نقلت المباراة قناة الكاس المفتوحة ستكون المباراة متاحة على البثوث المباشرة سواء على اليوتيوب ولا على الفيس وما في هناك أي حظر للبثوث وستحضر المباراة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة التسعين بدون أي تقطيعات كما حضرنا مباراة كوريا الشمالية واليابان اللي لعبناها في ذات البطولة المباراتين الأولى اللي لعبناها اللي فزنا فيها على كوريا بنتيجة واحد صفر وخسرنا فيها من اليابان بنتيجة خمسة صفر فمسألة النقل إن شاء الله ستكون واضحة وستكون متاحة للجميع والكل إن شاء الله سيحضر مباراةنا أمام ميانمار ذهابا وإيابا في هناك أناس يقول ميانمار مو مينمار لكن المهم توصل الفكرة أما التوقع لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الميانماري إن شاء الله ستنتهي هذه المباراة بحسب توقعي بنتيجة الأربعة صفر بصراحة ما أعتقد رح يكون في هناك أكثر من الأربعة صفر لأنه صحيح منتخب ميانمار هو منتخب تصنيف وهابط ولكن مو للدرجة يعني إنك تواجه منتخب كمنتخب قوام أو منتخب بروناي أو منتخب تيمور الشمالية لا هو منتخب يعني ضعيف ولكن فيه عده شوي لاعبين وفيه عده شوي دفاع خرج إنه يقاوم كم دقة لذلك أعتقد إنه ما رح نفوز عليه بنتيجة عشر صفر وثمانية صفر سنفوز عليه بنتيجة أربعة صفر ولكن لازم اللاعبين يعرفون إنه لازم يقاتلون ولازم يسجلون أكبر كم من الأهداف مشان مسألة فارق الأهداف إذا تناطحنا بالنقاط أمام منتخب كوريا الشمالية أو حتى تساوينا بالنقاط أمام المنتخب الياباني شو معرفكم بهذه التشكيلة وبهذه النقلة النوعية لمنتخبنا ممكن نغلب منتخب اليابان إيابا مثل ما غلبوا المنتخب العراقي بس والله هذا كان فيديو اليوم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر